عمر خيرت وكايروكي وتوليت وحفلات ومصرحيات وتنوع وثراء ما بين الفن والثقافة والرياضة في الدورة الثانية من مهرجان العالمين نبتدي معاكم فادي وشيرين بليلة ساحرة كانت بالأمس لصاحبة السعادة وعمر خيرت كانت مليئة بالمزيكة والروح الحلوة واللقاء الممتع من القلب كانت سعاد يونس تستضيف وتتحدث مع عمر خيرت الفنان المصري الكبير بعطويل وتاريخ موسيقي عظيم أثرى الفن المصري وأضاف بلمسته السحرية الموسيقية للعديد من الأعمال كان الجمهور بيتفاعل مع عمر خيرت سواء في الحديث وفي اللقاء أو سواء في العسف والغنى والموسيقى وإسعاد يونس كانت بين الجمهور أيضا في كثير من الأوقات تتفاعل مع الجمهور وأوقات أخرى كانت بيروحها المرحة جدا في لقاء ممتع من القلب مع عمر خيرت تطرق إلى العديد من التفاصيل حول مصر حول أعماله الموسيقية اللي قال إنه يعني كل مقطوعة موسيقية هو بناها واشتغل عليها وكأنه يعني مثل تربية الأطفال اللي هي متعبة ومسئولية كبيرة ولكن هي مهمة جدا جدا نتكلم عن العديد من الأمور عن تاريخه الموسيقي الكبير وأيضا عن أمور إنسانية كثيرة بالحديث أيضا عن اليوم حفل كايروكي وتوليد كايروكي فرقة موسيقية مصرية استطاعت أن تحقق نجاح كبير جدا جدا الحفل رفع شعار كامل العدد نفاد التذاكر لأنه كمان هذا الحفل في اليو أرينا وهي منطقة مهمة وكبيرة وبها العديد من الشاشات الاستعدادات الضخمة جدا التنظيم العالي جدا من شركة تذكرتي هذا الحفل يكون لرونق ومذاق خاص جدا سواء للشباب أو لكافة الأعمار نتحدث أيضا عن مفاجأة يتحدث عنها كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا توليد هذا الشاب والفنان بقناع يغني من غير اسم مباشر من غير شكل معروف والكل في انتظار توليد هل هيشيل الماسك في الحفلة النهاردة ولا هيغني به الناس كلها مستنية تشوف أيضا مفاجآت عديدة في مهرجان العالمين في كل الحفلات دايما في كل حفلة فادي وشيرين بيحصل مفاجأة سواء بنلاقي ديو مختلف سواء بنلاقي دخول مختلف لفنانين سواء عروض مبهرة من الفايروركس ومن الشو عمتا اللي بيكون موجود في حفلات ملهاش مثيل في العالمين الجديدة الرياضة أيضا لها نصيب كبير جدا ومهم جدا نتحدث عن أكبر مراثن للدراجات نتحدث عن ألف متسابق أو ألف دراجة وحوالي خمسين محترف في المراثن الأكبر للدراجات نتحدث عن الـ MMA OO5 هي المرة الخامسة أو دورة الخامسة للـ MMA الأضية ولكن المرة الأولى في مهرجان العالمين نتحدث عن 24 متسابق من 8 جنسيات ستبدأ اليوم الإثارة والتشويق في حلفة المصارعة والقتال أكيد وسط تفاعل كبير من الشباب والجمهور وجنسيات مختلفة بحديثي مع العديد من الزوار من جنسيات مختلفة حلم من الإبهار والتنوع الثقافي والفني الشديد الذي يليق باسمه مصر نتحدث أيضا عن الملفت هذه الدورة تحديدا للمصرحيات بدأت بالأمس مصرحية مستمرة اليوم وغدا أيضا البنك سرقو البنك سرقو لكريم حمود عبدالعزيز وإخراج أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الفنانين المصريين اللي ليهم بصمة قوميدية خاصة وملفتة جدا في مصرح مهم وهو مصرح اليوثياتر منظم وكبير وأيضا شكل الجلوس يكون مريح لكافة المشاهدين داخل هذا المصرح المميز البنك سرقو برعاية موسم الرياض أيضا وبتعاون مع موسم الرياض إذن هو تنوع شديد أيضا هناك مصرحية أخرى هي دكان أحلام وأيضا نحن في انتظار 3 في 3 وهذه 3 في 3 هو بطولة خاصة بالباسكتبول للمحترفين والحقيقة أنه فيه اهتمام بكافة الرياضات سواء باسكتبول فوليبول أو الكرة الشاطئية البادل طبعا كرة القدم مارثون السيارات الموتورويك مازال مستمر سباء للسيارات وسباء احترافي أيضا للسيارات وسباء أيضا لكافة أنواع سباقات السرعة إذن هو تنوع وثراء شديد جدا المصرح الروماني دائما يكون الجمهور بيتفاعل مع حفلات مختلفة أيضا عروض مختلفة مساحة للطلبة والشباب ودعم المواهب الكبيرة ولكن ممزوجة أيضا بأسماء لكبار الفنانين وكبار الأسماء في مصر تاريخ فني كبير فنلاقي أنه في عمر خيرت يقدم حفلات كبيرة ونلاقي أنه كمان في دعم لفرق سواء كانت راب سواء كانت من جامعات سواء كانت من طلبة يعني كانت هناك احتفالية كبيرة جدا للاحتفال بالطلاب من الثانوية العامة وكانت احتفالية رائعة وسط الأهالي والجمهور كانت هناك احتفالية أخرى أيضا للاحتفاء بأبطال الأوليمبيكس إذن هي فعليات مستمرة اليوم هناك مصرحية البنك سراءو اليوم هناك حفل الكايروكي وتوليت واليوم أيضا هناك مسابقات ستنطلق رياضيا على مستوى الباسكتبول الـ MMA والدرجات أكيد كل التفاصيل نتابعها في الصباح جديد على شاشة القاهرة الإخبارية أعود إليكم شكرا أن مارينا المصري مفادتنا إلى العالمين الجديدة وأكيد متابعين كل هذا التنوع الثقافي والفني والرياضي والمفاجآت ويعز علينا أن احنا كمان أسبوع يوم 30 أغسطس يخلص المهرجان في دورته والتانية لكن متابعين معاكم على طول مرسي خالص مارينا المصري